اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعمل في المجال الإغاثي العاملة في الهلال الأحمر أكدت أن نظام الأسد يشترط تسليمه نصف المساعدات على الأقل للسماح لهم بالدخول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرته فيما أكد ناشطون أن المعونات الإنسانية التي أرسلتها عدة دول شهدت وهي تباع في الأسواق بدلا من توزيعها على المنكوبين رغم الزلزال المدمر الذي زاد من معاناة السوريين إلا أنه أظهر للقريب والبعيد أن المأساة لا تنحصر في هذه الكارثة وآثارها فحسب بل في نظام طغى واستكبر وأدمن مشاهد الدمار فضلا عن مجتمع دولي يصر على نهج الخزلان ولا يسمع صوت لمنظماته إلا عندما تدعو لجمع الأموال نحن متنا شكرا لخزلانكم شايفين؟ شكرا